السلام عليكم متابعي قناة العقرب السام لدينا اليوم موضوع جديد هو عن برنامج Advanced System Care آخر إصدار 12.5 طبعا هذا البرنامج مشهور وغني عن التعريف يقوم بصيانة الويندوز وكذلك الحفاظ على الأداء الخاص به وأيضا يحتوي البرنامج على مجموعة من الأدوات التي تساهم بإصلاح وتنظيف وحل جميع المشاكل التي تواجه الويندوز مثل إصلاح إدخالات الريجستري وأيضا الملفات المتكررة وبعض المشاكل الأخرى كالملفات الموقتة وغيرها من المشاكل التي تعمل على بط أداء الجهاز أولا تعالوا نشوف طريقة تحميل البرنامج وأيضا التفعيل بحط لكم رابط التحميل ورابط التفعيل أسفل الفيديو بالوصف كل اللي عليك تدوس على رابط التحميل ينقلك مباشرة إلى موقع الميديا فاير هذا هو البرنامج Advanced System Care حقما البرنامج 45 ميجا بايت تدوس على Download تبدأ معك عملية التحميل وأيضا بنفس الطريقة تقوم بتحميل ملف التفعيل حلو الكلام طيب بعد ما قمنا بتحميل البرنامج وأيضا ملف التفعيل يظهر معي على شكل ملف مضغوط بهذا الشكل أولا نقوم بفك الضغط عنهم هذا البرنامج وهذا ملف التفعيل أيضا طيب بعد ما فكينا الضغط على البرنامج نقوم بتثبيته على الجهاز دبل كليك عليه يظهر معنا بهذا الشكل ممكن نغير اللغة للبرنامج من هذا المكان ونختار أي لغة من هذه اللغات أنا بختار اللغة العربية بعد كذا ندوس على تثبيت بعد كذا نوافق على الشروط ثم تثبيت بدي يتثبت معنا البرنامج ننتظر حتى يمتهي من التثبيت طيب هنا يطالبك في إدخال البريد الإلكتروني سيبك منه نقول له لا شكرا وهنا نشيل علامة الصح هذه ثم ندوس على إنهاء زي ما أنتم شايفين فتح معنا البرنامج وهذه هي واجهة البرنامج الإصدار الجديد 12.5 النسخة التقريبية طيب الآن نقوم بتفعيل البرنامج حتى نحصل على جميع المميزات اللي فيه تابع معي الخطوات أولا نغلق البرنامج كذلك نغلق أي برنامج مكافح للفلوسات كذلك نقوم بفصل النت عندما نقوم بتفعيل البرنامج طيب بعد كذا نقوم بتفعيل البرنامج هذا هو باتش التفعيل 12.5 الإصدار الأخير ندوس عليه دبل كليك يس بعد كذا ندوس على باتش أوكي تلقائيا فتح معنا البرنامج مثل ما أنتم شايفين تم تفعيل البرنامج إلى النسخة الاحترافية البروفيشنل لو ندوس على إدارة الترخيص نلاحظ أنه تم تفعيل البرنامج لمدة 365 يوم طيب قبل ما نقوم بعمل فحص على الجهاز أولا نقوم بضبط بعض الإعدادات هنا حماية الوقت تدوس على تمكين حماية الوقت الحقيقي تنظيف وتحسين تقوم بوضع علامة صح على هذا الخيار وهذا الخيار أيضا تنظيف الريجستري تعلم على جميع هذه الخيارات وأيضا تمكين التنظيف العميق مسح الخصوصية تقوم بوضع علامة صح على كل هذه الخيارات مع عدى كلمات المرور تسيبها كما هي هنا تنظيف الملفات المهملة تضع علامة صح أمام كل هذه الخيارات أيضا مع عدى القلب المسبق للبيانات القديمة تسيبه كما هو وهنا تحسين النظام تحط على أعلى أداء تعزيز الأنترنت تختار الشبكة اللي انت شغال عليه أنا بخليه على أساسي هنا تعزيز الأمان تختار تعزيز عميق من إصلاح الثغرات الأمنية تسوي علامة صح أمام نسخ الملفات التي تم تحميلها احتياطيا كذلك تحسين القرص تضع علامة صح أمام تشغيل تسريع إلغاء التجزية الخدمة التلقائية تمكين العناية التلقائية التنظيف التلقائي أيضا تعلم على هذه الخيارات بالكامل ما عدا كلمات المرور بهذه الطريقة ما عدا كلمات المرور تسيبها كما هي أيضا تضع علامة صح بهذا المكان التحديث التلقائي تعلم على تحقق من وجود تحديثات عن تشغيل البرنامج وأيضا أنذرني لتحميل التحديثات وتعلم على هذا الخيار أيضا تنظيف الذاكرة تلقائيا تعلم على تمكين تنظيف الذاكرة تلقائيا أما باقي هذه الخيارات تسيبها كما هي ما تسوي فيها أي شيء بعد كذا تدوس على أبلاي ثم تدوس على موافق وهنا تقوم أيضا بتحديد كل هذه الخيارات أيضا بتحديد الكل بعد كذا تقوم بعمل فحص شامل على الجهاز حاليا يقوم بفحص كل الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر لاحظوا هنا وجد 3482 من مشاكل آثار الخصوصية وأيضا 174 من الملفات المهملة وثمانية من الاقتصارات التالفة طيب هنا تدوس على إصلاح تلقائي طبعا بيقوم بفحص كامل لهذه الملفات بيتأخر بعض الوقت ما تستعقل عليه خليه يقوم بفحص الجهاز وتنظيفه بالكامل طيب بوقف التسقيل برقع لكم بعد ما ينتهي من فحص الجهاز بالكامل مثل ما انتم شايفين قاري إصلاح كافة المشاكل بعد الانتهاء من عملية الفحص بشكل تلقائي اكتمل الإصلاح وهنا قام البرنامج بعرض المشاكل التي قام بإصلاحها طيب يقول لك هنا الذهاب إلى تسريع لمواصلة تعزيز جهاز الكمبيوتر الخاص بك ندوس على انهاء بعد كذا تروح على تسريع ثم نعمل تشغيل لمعزز التوربو لتسريع الجهاز طيب هنا عندك تسريع الأجهزة تدوس على إدارة يفتح معك هذا البرنامج دريفر بوستر تستطيع من خلال هذا البرنامج عمل فحص وتحديث التعريفات على الجهاز التحسين العميق تدوس على تحسين الكل يقوم بتحسين النظام وذاكرة الوصول العشوائي وأيضا الانترنت منظف التطبيق وشريط الأدوات تدوس على تحقق الآن ثم تقوم بإزالة أي إضافة من هذه الإضافات اللي ما تحتاجها مثلا تحدد عليها أولا بعد كذا تعمل لها إزالة أوكي طيب طيب معنا هنا الحماية تقوم بتفعيل أو تشغيل هذه الخصائص أو الأدوات درع الخصوصية وهو لحماية البيانات الخاصة بك مكافحة تتبع المتصفح يقوم بمسع آثار الخصوصية تلقائيا بعد غلاق المتصفح وأيضا يعمل على منع تتبعك حماية الوقت الحقيقي وهذا يعمل على حماية الجهاز ضد برامج التقسس مستشار الصفحة الرئيسية يقوم بمراقبة أي تغييرات للصفحة الرئيسية ومحرك البحث وكذلك يمنع التعديلات الخبيثة على الصفحة الرئيسية حماية التصفح وإزالة الإعلانات يقوم بحماية المتصفح من مختلف التهديدات عبر الأنترنت وإزالة جميع الإعلانات معرف الوقت لو تعمل تشغيل لهذه الخصية مثلا يقوم البرنامج بالتقاط صورة لك ثم يقوم بتخزينها على البرنامج في حالة قام أي شخص بالدخول على جهازك الكمبيوتر سوف يقوم البرنامج بالتقاط صورة لهذا الشخص الذي حاول الدخول إلى جهازك حلو الكلام؟ طيب صندوق الأدوات ويحتوي على كثير من الأدوات سأقوم بشرح مختصر لهذه الأدوات على شام ما أطول عليكم أولا منظف الريجستري يقوم بتنظيف كل الملفات الموجودة على الريجستري منظف القرص يقوم بتحليل الملفات الغير ضرورية في القرص الصلب وأيضا يقوم بتنظيفها الباحث عن الملفات الكبيرة يساعدك في الحصول على الملفات الكبيرة التي تأخذ مساحة كبيرة على القرص بحيث تتمكن من حذفها بكل سهولة ممزق الملفات وهذا يقوم بحذف الملفات المستعصية اللي مش راضي تنحذف معك فاحث المجلدات الفارغة وهذا يساعدك على إيجاد وحذف المجلدات الفارغة في النظام مصلح الاختصارات يقوم بعملية بحث في النظام عن الاختصارات التالفة ويقوم بإصلاحها فاحث الملفات المستنسخة يبحث عن الملفات المتكررة في النظام ثم يقوم بحذف هذه الملفات المتكررة إدارة العمليات يقوم بإدارة عمليات التشغيل بشكل عام وأيضاً يعرض أداء النظام مصلح ويندوز وهذا يقوم بإصلاح مشاكل الويندوز بالكامل ويندوز عشرة يقوم بإصلاح المشاكل الشائعة في الويندوز ويحسن الإعدادات المختلفة بتحسين أداء ويندوز عشرة إلغاء الحذر يقوم باستعادة الملفات المهذوفة بعد إفراغ سلة المهذوفات القائم بحماية نظام أسماء النطاقات يمنع البرامج الضر من تعديل إعدادات نظام أسماء النطاقات الخاصة بنظامك طبيب القرص يقوم بإصلاح القرص من مشاكل التجزئة وأيضا الملفات المتبقية وغيرها من المشاكل البرامج الافتراضية وهذا يساعدك على تعيين البرامج الافتراضية للمتصفح الخاص بك التحكم في النظام وهذا يساعدك على تغيير نظام التشغيل مدير بدء التشغيل يحسن عناصر بدء التشغيل لتسريع بدء تشغيل الكمبيوتر وأيضا يعمل على تحسين أداء النظام الذاكرة الذكية وهذه الأداء ممتازة جدا وهي تعمل على مراقبة استخدام الذاكرة وإعادة معالجة كتل الذاكرة الغير مستخدمة لزيادة الذاكرة الفعلية كل اللي عليك تدوس على إذهب ثم تنظيف عميق يعمل على تحسين الذاكرة تماما معزز الأنترنت يعمل على تحسين إعدادات أنترنت إكسبلور وفايرفوكس وجوجل كوروم وغيرها من المتصفحات وأيضا يعمل على تسريع اتصال الأنترنت بشكل كبير لهذه المتصفحات إيقاف التشغيل التلقائي يقوم بوقف تشغيل الكمبيوتر في الوقت الذي تقوم بتحديده تلقائيا معطل البرامج يساعدك على تعطيل الخدمات الأساسية وعناصر بدء التشغيل وأيضا المهام المجدولة للبرامج التي لا تستخدمها لتقليل الحمل على جهاز الكمبيوتر هل والكلام؟ طيب إلغاء تجزئة الريجستري يعمل على دمج وتحسين الريجستري والويندوز عن طريق إزالة الفقوات الغير ضرورية معلومات النظام وهذا يقوم بتوفير معلومات كاملة عن النظام الخاص بك النسخة المحمولة بإمكانك إنشاء نسخة محمولة للبرنامج من هذه الأداة طيب وهنا يعرض لك منتجات أيوبيت بإمكانك تحميل هذه البرامج مثلا هذا البرنامج وهو لحذف تثبيت البرامج من الكمبيوتر وهذا البرنامج دريفر بوستر يعمل على التحديث والنسخة الاحتياطي لبرامج التشغيل وأيضا هذه الأداة لإزالة البرامج الضارة وتحمي جهاز الكمبيوتر ضد أي تهديد أما سمرت دفراج تعمل على تحسين الأقراص الخاصة بك أوكي طيب مركز العمل هنا يعرض لك البرامج التي يمكنك شراءها من هذا الموقع وأيضا يظهر لك البرامج التي تحتاج إلى تحديث بإمكانك تحديث هذه البرامج بالضغط على تحديث أو تختار تحديث الكل لتحديث جميع البرامج التي تحتاج إلى تحديث حلوى الكلام؟ طيب طيب وبكذا نكون قد قمنا بتحميل وتثبيت وأيضا تفعيل برنامج Advanced System Care 2019 الإصدار 12.5 كذلك قمنا بعمل شرح مختصر للبرنامج وضبط الإعدادات الخاصة به في الأخير إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو كان معكم العقرب من قناة العقرب السام إلى اللقاء